بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مرة تانية في الجزء الثالث من محاضراتنا واحنا النهارده هنتكلم عن اليونت تيستنج وهناخد خطواتنا الاولى كطفر صغير نحو اليونت تيستنج حيث الكود يختبر الكود طب ايه الكود يختبر الكود ده اللي خلى فيه حاجة اسمها تيست اوتوميشن ان انت هتكتب كود يختبر الكود النهارده هتعرف مع بعض يعني ايه يونت تيستنج ويعني ايه ان يونت وايه مايكروسوفت تيست وايه الفرق ما بينهم لان فيه ناس ممكن تكون داخلت في يونت تيستنج فاشتغلت بالحاجات دي طب يعني ايه الكود كاوريج او تغطية الكود وهناخد امثلة عملية وهنختبر ان شاء الله الاستثناءات ونشوف يعني ايه لما بتيجي نثرو اكسيبشن ازاي نقدر نختبر الاكسيبشن ثرو وينج ده طب فكرة اليونت تيستنج ان انت بتكتب كود الكود دوت بيمثل لوجيك خاص بيك هتكتب الكود بتاع دلة الصين وعايز تختبر دلة الصين فتكون تكتب اختباري اختبر دلة الصين وبعدين تحسن الكود بتاعك بقى بحيث يكون من اكتر مثلا الاكواد اللي هي بتفيع بيكون فيها انهانسمنت قوي الدالة اللي تحسب البراين نامبرز او الاعداد الاولية زي اللي هي اللي تقبل القسمة الا على نفسها او الواحد الاعداد الاولية مثلا ليها رقم سبعة مثلا رقم تلاتاشر الاعداد ديت عادة الالجريزمس اللي بتحسبها بتاخد شوية وقت في انها تحسب الكلام ده فازاي نحسن الاكواد بتاعتنا دي ازاي افرد الالجريزمس انا حبيت احسنه طب انا هعيد كود للاختبارات اللي بعملها عليه ولا لا بعد ما بحسن الكود بنفس الاختبار مرة تانية اللي انا كتبته وافضل استمر في دوت الونت تستنج باي ديفينيشن هو عبارة عن ايه تست تينجز ان ايزوليشن انك تختبر وحدات النظام كل وحدة معزولة عن بعضها يعني بختبر الكلاسس بتاعتي الميثودس بس البابليك مش البرايفت باستخدم مجموعة من الموكس عشان اعمل ايزوليشن لبنين اتنين كلاس لان انت كتير جدا بيكون عندك كلاس تندها كلاس تانية فعشان اعزلهم عن بعض باستخدم حاجة اسمها الموكس والفيكس وهنشوف الكلام دوت ان شاء الله وبين تست برض وبالتست اللوجيكال بيهيفيور يعني ايه بتست اللوجيكال بيهيفيور لما يكون عندي دلة بتحسب الساين او كوزاين او الفاكتوريال الدولة دي هل لها انترفيس إنت بتعمل دي كلاس Mediterran وبتستخدمها في كلاسستانية فملهاش يوزاير انترفيس فيقالي تستيغ لوجيك انت بتست اللوجيك مش بتست انتر اكشن مع الانترفيس او اليوزاير الانتر اكشن لكن نفس الوقت يونتز تستيغ مش بتست ما بتستيغ الانتراكشن ما بين الابجيكت يعني لو في كلاس بتستخدم اكتر من كلاس بعمل آيزوليشن ومش بتست كل الكلاسز ديت مع بعضيها بتست اليوزر انترفيس انتراكشن هي ما بتستش اسف اليوزر انترفيس انتراكشن ودالي حاجة عاداً احنا في غير انتستمشShape بتستهي 좋은き adaptive methods لان الprivate methods انت بتستخدمها عشان تحسن من شكل public method وتحسن من اداءها لك في عالي انت بتستخدمهاش فال اليوزبلي في عائداتها احنا بتستخدمهاش بتعتبارك انها جزء من تحسين الكود الداخل الخاص بيك ومشت responsable refactoring اللي هي refactoring اللي يجب أن نقول إيه إعادة تحسين الكود إعادة كتابته عشان يتحسن طيب وإحنا أما بقى يكتب test بجرينة test بيكون التست بتاعي فيه تلات أجزاء حاجة من سميها التجهيز والتنفيذ والتحقق التجهيز دوت إن أنا بكارية instance من كلاس بتاعتي اللي تحت التست وحطها في الانيشيال كيس وهنشوف الكلام ده طب التنفيذ إن أنا بنده الميثود اللي أنا هتسته طب والتحقق بتأكد إن الريزلت اللي جات لي من الميثود اللي أنا بتستهى بالزبط زي الريزلت المتوقعة لإننا تيجي طب بدل ما بنتكلم كتير ما تيجي ناخد مثال عملي على المايكروسوفت تيست هفتح معكم هنا وأقوله new project وأختاره هو class library أنا دلوقتي في الشغل بتاعي الطلب مني كمصطفى إن أنا أعمل class بتعمل بعض الدوال اللي هي بتحسي بعض الحسابات الرياضية عشان تستخدم في الشغل بتاع المبرمجين التانيين فهنعمل class هنسميها math project مثلا class library خلاص هنسميها ما عشان ما تلقبتش مع المثل الموجود نسميه my math ونقله اوكي زي ما احنا شايفين اهو اتفتح البروجيك بتاعي اجيب solution explorer ادفع بحب كله يكون دكت بالطريقة دي ادي ادي my math ونعمل اول حاجة class هنسميها مثلا calculator وclass calculator دي مطلوب مني بقى ان انا هعمل جواها method بتحسب الفكتوريال طيب اخش جواه كده واقوم اقيل الفكتوريال ده عبارة عن ايه عشان نبقى عارفين برضو الفكتوريال الفكتوريال ده بيقولك ان لو انت عندك فكتوريال 5 ده بيساوي ايه ده بيساوي واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة طيب فكتوريال 6 ساوي ايه تمام زي ما كلكم بتقولوا واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة 6 طيب فكتوريال 9 نفس العكاية لحد ايه 9 فاحنا عايزين نعمل الميثود دي عشان نستخدمها في برامج تاني طيب هي بتاخد ايه واضح انها بتاخد انتجر تمام طيب نمس بتاعت الفوتكون public integer فكتوريال نقول integer n مثلا طبعا هي بتاخد انتجر وبترجع عادة رقم كبير فممكن تخليها ترجع long طيب انا دروقتي خليتها بتاخد انتجر وبترجع long عايزين بقى نعمل ده من غير ما نخش في تفاصيل زي بتعمل اللي هو المفروض انها سهلة جدا انت بتعمل حاجة كده تشيل الفكتوريال وبعدين بتعمل عداد زي ما ناس كتير اهو انا سمحها بتقول اهو من ناس جمد ده هتعمل عداد بيبدأ من واحد مثلا والعداد دوت هقل من ال n والعداد دوت سامع حد بيكممنت بس لسه انا اخد بالي من اللي انا بعمله تلاقش والعداد دوت i plus plus وهاجة هقوله هنا if بتساوي if في واحد لا في i صحيح طبعا نخليها في واحد زي ما نغلط دلوقتي وكلبتها واقوله return if تمام طيب انا عملت الدلوق بتاعتي انا عايز اقول بقى حاجة هنا مهمة هل احنا ما بنعملش testing في حقيقة احنا بنعمل unit testing بس عارفين احنا بنعمل unit testing ازاي بقوم انا اللي بيحصل عادتا ان الناس بتقوم تضيف لو انت واخد على الويب فبتقوم تقول add new project وتختاره نوع web project او windows project وتقوم حاطة text box وتيجي في text box تاني تحط في ده يكون input وتحط في label مثلا text box تاني output وبتعمل button وتعمل في event بتاع button دوت انه هو لما يدخل رقم هنا تبعاده على function وتخلي function تظهر الناتج بتاع هيظهر في text التاني ده اللي احنا عادة كلنا بنعمل وده بياخد وقت كبير وعايزك تجرب انت بنفسك كده يعني انا انا شخصيا حتى لو جيت مثلا اهو ده انا جيت وروح تقول ادي انا فاتح خلاص واقول انا عايز حاجة بيزك كده شغل انا بقى واقعد بقى ايه هعمل له textbox وخليه حط فيه رقم شوف الوقت اللي انا بستغرقه في كل ده انا بس بديك محاكة انا مش لازم اكمل المثال بالكامل بس انا بديك محاكة للي بيحصل ده حتى هو نفس مطول عشان نفتح لنا البروجيكت وبعد مفتح البروجيكت انا سمع حد بيسأل هو ايه الفيجوال ستوديو ده 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 فيجوال ستوديو آآ 2013 آآ آآ الإكسي بريس ادشن يعني بتنزيله فور فري مش بايد هنزل لكم لينك ان شاء الله في التنويهات حس ده لودلوده من مايكروسوفت وتعرف تستخدمه وتايم بيكون الحاجات اللي احنا بنعملها وخلاص ونقوم انا اعمل add شغلة انا بقى controller طبعا كل واحد بحصل طريقته اللي بيعمل form بياد form وبيضيف على حاجات بتاعته وهكذا كل واحد زي ما هو شايف واخد على الشغل بتاعه وبيكون controller ده اللي انا بتستبي الشغل بتاعي واقول له add واخد بالكو واجي لإندكس وقوم اقل له هنا بص انا عندي حاجة اسمها integer ودي بتاخد id وهترجع لي للview الفاكت بتاع id فانا المفروض اضيف reference تواخد بالك شوف الوقت اللي انا عم اصرف كل ده عشان اعمل التست زي ما احنا نعمله بالطرق اللي هي المانوال العادية احنا نعمل وار calc يساوي مثلا new calc هو طبعا مش عيفة عشان نعمل كده calculator نيجي نعمل كده ونقول له استخدم دي كم ونقو عاملين كده ونقول ان بتساوي new calculator ونمجأ ايمن في view ونقو نقول رجع ايه بقى ال calc مثلا dot fact ونقوم اديده رقم مثلا زي الخمسة وانا عارف ان الخمسة بترجع 120 ماشي وقل له بدل اترجع content هترجع content اللي هي دي وهلاقيه بيقول لي من لازم تكون string فهخليها string واعمل كل ده واجه قوم dice control F5 كل ده عشان بس ايه attest calculator واتأكد نها 20 واستنى البرنامج يشتغل انا مش بتكلم في unit testing انا بتكلم في اللي احنا بنعمله عادي انا بشتغل ويب فأستخدم ها كده انت بتشغل windows بتستخدم ها بويب form وكلام منت واقوم ايه مثلا ايه انا عايزك تجربلي التست خلاص وقال لي هنا ان انا موصل لش البرامتر اه عشان باخد هنا integer id لا انا مش اخد integer id انا باجرب حالة معينة ومعمل ctrl shift b اه اللي انا بعمله دوات ان التست ممكن يكون مكتوب بطرية مش سليمة واظبطه ويقوم فاتح وهو ويطلع ويحتلع طبعا التست غلط بس انا اللي اصده ايه شوف الوقت اللي انا صرفته وانت بتعمل كده بالفعل انت بتفتح windows وبتقعد تختبر في هذا الشغل لان ما ينفعش واحد مبارمج ما بيختبر شغل طب اللي انا هعمله دلوقت ايه هو طريقة تانية لان انا اختبر شغلي من غير الطريقة العقيمة المعقدة اللي احنا نستعملها شايفين دي اهو هعمله remove project انا مش معترف بهذا الكلام انا واحد انا اعرف unit test و test البرنامج بتاعي واكتشف ان هو صح ولا غلط وبطريقة professional واحسن بكتير هنعمل ايه برضو هاد project المراضي هاد new project بس المراضي بدلا ما هاختاره ان هو كده هنزل على test من هو web او windows هنزل على test وقوله انا عايز unit test project وبتسميه بنفس الاسم يعني نقول my test او project اللي بتست project تاني وفي حاجة هنا بتسميها name convention name convention يعني التسميات بتاعتنا ان انا عايز test class في الكالكولياتور ففي نفس مكان الفولدر هعمل class مناظرة والclass ديت اخيرها كلمة test زي ما احنا شايفين طيب انا كريت test project بتاعي وقلقيت في class by default بتاع test لو دخلت هو class دي هلاقي عندي class calculator test وهلاقي مكتوفية test class يعني test class يعني class ديت for test مش بتطلع result did class another class خلاص test method دي method test another method ما هياش method بتنفس حاجة معينة دي test method تاني تمام طيب هسمي method بتاعتي ازاي سميها باسم case اللي انت بتستها يعني انا ايه يعني انا انا اعايز اقول ايه ان هي should مثلا return factorial 5 مثلا انا اعمل method عشان ترجع factorial 5 طيب تعالوا نفتكر بقى في السلايد بتاعتنا دي احنا قلنا اول مرحلة عندي التجييز طيب تعالوا نجاهز الميثود بتاعتنا التجييز بقى اي بكرية instance للclass under test وبحط initial state طيب مين class under test اهو variable انا اعايز test any class ايوه ممتاز calculator صح انا اعايز test class calculator فاقوله variable class under test فيه ناس بيقول عليها system under test بتساوي calculator طبعا الريفرانس انا محتاج اضيف من هنا الريفرانس على البروجيكت التاني عملت instance من class under test اه المفهود اعمل new طبعا طيب ادي اول مرحلة في التجهيز بقى التجهيز ان انا بcreate instance من class under test وبعدين بعمل ايه بست initial states يعني ايه ايه اصد initial states لو انا عندي هنا initial هحطها اوك اوكي الحتة دي انا رفها لما نعرف الموكينج وحيس ان احنا دلوقتي مش class بتاعتنا test بتاعنا simple قوي فانا مش محتاج اكتر من انا اعمل instance من class under test تاني حاجة التنفيذ ان انا كل الميسود اللي انا عايز test الbehavior بتاعها تعالوا ننده الميسود اللي احنا نزيد test الbehavior بتاعها انا عايز test any method ايه factorial صح فهم اقول ايه variable actual system under test او class under test dot fact ودي له مثلا ايه خمسة طيب انا كده actual دي فيها ايه factorial 5 طيب تارت مرحلة ايه انا نفست كده ندية الميسود اللي انا عايز test behavior بتاعها تارت حاجة انا عايز اعملها ايه هتشيك actual result against expected results هتأكد ان result اللي طالع زي المتوقع طبعا انا متوقع كام فيه ناس بتحب تقول لك ايه بص الاكش ولا هو وتقول اكتب expected يعني تقول ايه انا متوقع ان expected بتاعي بساوي 120 اوكي اه حبيت تماما كده اه تمام يبقى اول واحدة دي اللي هي بنسميها ايه التجهيز التنفيذ التحقق تمام تعالوا بقى نشوف كده هتحقق ازاي تقول له السرط دي ده اللي تتحقق بتاعنا are equal هل هل هم متساويين من expected والactual هل هم متساويين ولا لا ونجرب طيب انا كده 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 التست بتاعي ده اسهل ولا لا من ان انا اقعد اعمل project وcontroller او اعمل fault طبعا في الاول الكلام ده ممكن يكون صعب عليكم شوية بسبب كده هتلاقوه سهل جدا تعال هنفذ التست قوله run التست ده نفذ التست عندي حاجة اسمها test explorer هنا بيقول اه ده التست بتاعك غلط ليه قال لك بص test field should return fact 5 قال المتوقع 120 والactual بتاعي كان 1 اه انا كاتب حاجة غلط قم رايح للكالكوليتور ايه اللي حصل ال f بتساوي 1 ال f بتساوي اه ال f بتساوي f في 1 يعني المفروض بتساوي f في مين في i تمام جميل طيب هنجي تاني للكالكوليتور ونقوم نران test run test برضو غلط قال لك المتوقع 120 والactual 24 الغلط اروح للكالكوليتور ابص اه دي اصغر من n المفروض اصغر من او تساوي n مش اصغر من n عرفت الغلط فين اروح تاني واعمل right click عفكرة مش شرط اموكب برضو من هنا من test اختار test اللي انا عايزه اللي هو اشهد return نفاكتة 5 واعمل run المرة دي pass اخضر يبقى انا افضل ما بين الاحمر والاخضر لحد ما يقيه my pass كده test بتاعي pass نجح طيب اللي انا عملته ده هي one case من الكيس بتاعتي طب تعالوا نحط another case كده هاخد هاجي كده واقول ايه public void should retire ut عايز تكتبها target يعني اللي هو targeted for test اكتبها target ف يعني ما فيش اي مشكلة دي مجرد مسميات بس اللي تلتزم به تلتزم زي ما بعض الناس بتقول لي ما نكتبهاش على طول ينفع تكتبها على طول ما فيش اي مشكلة واحد و target بقى dot fact zero وده another assertion دي انا بختبر case تانية من الكيس بتاعة الشغل بتاعي وقوله run all هيعمل build هو بس عشان ما عملتش build اعمل build الاول احب شاشة build تكون قدام عطوي كده بعد ما اعمل build اه ايه المشكلة في مشكلة مش هاد يظهر التست بتاعي لاحظوا مش هاد يظهر في test accept lower ايه المشكلة اللي انا نسيها هنا بالزبط سامع حد بيقول انت نسيت كلمة test method على فكرة ما بقول سامع حد مش معنى ان انا شغال online مع حد على الهو انا بقول كده عشان هسخن الجو لكن كله متسجل ماشي فهنا بعمل اظهروا لي اتنين test وفكت zero فعلا طلع واحد يبقى انا اختبارت الحالة بتاعة الفكت zero تطلع واحد جميل جدا ايه رأيك في الشغل كده انا بقى هنا ايه في الشغل بتاعي دو اكتب فكت سالب واحد مفروض يحصل فيها ايه مفروض term exception هنتكلم دلوقتي عن ازاي hand exception لان انا لو جيت لو انا في الكالكوليطور هنا وراح واحد مدخل سالب واحد مفروض اعمل ايه مش مفروض اقوم رجع له قيمة غلط مفروض اقول لو ان دخلت وده غلط فمفروض اقول if n اصغر من zero through new احنا بقى invalid argument exception زي ما انت عايز invalid او invalid operation exception ونقول له ايه should be positive number خلاص انرفوض تبقى ايه positive number خلينا نعونا شوية in must be positive ا positive number طيب تعالوا نجرب كده طيب انا دلوقتي لو هو دخل سالب انا هرمي exception طب test exception ده ازاي تعالوا نشوف test exception ده ازاي عند طريقتين اول طريقة انا كالي test method اه نقول بقى ايه كلنا عارفين public void should through والexception اللي انا ايه مهتم بيه طيب طيب بعد مامل كده في طريقتين بقى لانها test exception في واحدة هنا ان انت بتقول له exception expected exception وتدي له ايه type بتاع expected exception بتقوله type of وانا متوقع اللي هو invalid operation exception خلاص فبتقول له ان انت بت expect this exception انه ويحصل وانا بقى نقول var target انا باختب الشغل خلي بالك انا بكود الشغل اللي هو زي ما احنا شايفين وبعدين بقى وهم ايه اللي باقي على طول نجرب بقى ثالت واحد class under test يلا انت زي ما قلتلك اعمل naming convention انت بستعمل كله هنا وانت اعمل اللي انت شايفه مناسب fact لسالب واحد طيب هنا بقول له حاجة بقى اسمها ايه assert field ايه assert field يعني لو هو وصل لأ assert field يبقى يبقى حصل field لانه متوقع انه ايه انه يطلع له exception ما طلع له exception فبقول ايه فبقول field يعني افشل بقى expected ماشي exception not thrown خلاص تعالوا نجرب كده ونعمل run all ماشي قال لك ايه اداني صح ليه صح لان exception ترمى بالفعلا الوقت نفعل operation exception روح للcalculator اهو طب افرد انا مرميتوش بقى يعني فنفرد انا اروح تبدل معامل كده وقالت له ايه return مثلا سالب واحد مثلا يعني ماشي بقى سالب واحد معناها حاجة غلط يعني وانا كنت انا مش مقتنع بالموضوع احسن طالما الthrough لي معنا فنجي هاو ونرن test اه داني error تعالوا نشوف ايه الهرور بقول لك expected exception not thrown يقول لي الerror اللي هو الرسالة لان فلعطاهم الفيل بتاعي ده عشان نطلع لرسالة في حالة وجود ايه خطأ طيب اه الميزة بتاع العيب بتاع الموضوع ده ان انت نمتعرفش مين لدلامة exception مجرد من تبص للtest كده طبعا احنا عارفين انها الفاكت بس ولك في الوضع الطبيعي ولك دي احد عيوبا في طرق تانية هتلاقيها في الكتب تقول لك ايه لا ده احسن من انك تستخدم expected exception انك تعمل test انها thrown ولا مش thrown وانا نتكلم عن الكلام ده ان شاء الله مستقبلا في حاجات اضافية لكن كافية اوي expected exception لك في الوقت الحالي انك تستخدمها وتعتمد عليها وتممسوط بيها ما تشغلش نفسك بكتر الكلام لما بتيجي تجرب حاجة في الاول ما تعقدهش على نفسك خد ابسط حاجة هرجع انا في الكالكوليتور بتاعي هنا ايه نرجع الexception طيب احنا بنقول انا كنت أقول لكم ايه ان انا بكتب الحاجة دي وري فاكتور تعالوا نoptimize الشغل بتاعنا انا عندي هنا الفاكتوري اللي بيبدأ من واحد وعندي الاي بتبدأ من واحد يعني اول مرحلة هي واحد في واحد يبقى فيه مرة بجرب فيها واحد في واحد فانا اقول ايه لأ بص انا هحسن اداءها وخلي دي تبدأ من اتنين طب لما خليها تبدأ من اتنين ليه عشان اول مرة تبقى واحد في اتنين لان الواحد موجودة فانا وفرت مرة من المرات اللي بعمل فيها اللوب واللي بضرب فيها فانا كده عملت optimization حسنتي من الكود بتاعي طب بعد ما حسنتي من الكود بتاعي دو اقوم اقدر اجرب كل التست واشتغلوا كله الفكرة بقى هي انا شوف كل ما بتعمل حاجة ده من سميه code refactor او تحسين الكود فاكرين لما كنا اتكلمنا على التكلفة وان موضوع تحسين الكود ده بيبقى صعب لما يكون ما عنديش شون التست شوف نيون التست انا بعمل run كله اشتغل مش كده وبس ده انا عارف كل حاجة عن الكلاس دي انا عارف ان الكلاس دي ان مفوت ترجع فكتوريا الخامسة وفكتوريا الزيلو وكلام منه يبقى الدنيا كلها واضحة بالنسبة لي ما فيهاش مشكلة بقدر ارن كل التست بسرعة ولما حاس ان الكود الدنيا كلها هتترن بسرعة وتبقى الدنيا شغالة وزي الفل طبعا لو نرجع برضو نعايز اعمل حاجة اخيرة انا بقول فوق شغل ترن فاكتة خمسة وشغل ترن فاكتة زيلو طبعا انا بدل ما اعمل كده طب ايه رأيكم ما تيجي ناخد دي كده من هنا ونحطها هنا ونجرب ان احنا اكتر من كيس في نفس الفاكتوريا البتاعنا ايه ده ينفع اه ينفع دي جدا ايه المشكلة بدل ما اعمل اكذا مر فطبعا هنا بقى يبقى system under test خلاص واقوم اعملهم بقى ايه اقوم اعملهم واربعات انا بجرب فاكتوريا الخمسة بدل ما اعملها فاكتوريا الخمسة كده بقى expected مش expected انا قدر احطها هنا على طول اهو هتلاقي الناس بتعمل كده كتير وانت من حقك تعمل كده ما فيش ايه حاجة حيث ان انت يكون عندك اكتر من كيس وتحط كل الكيس كده انا مش محتاج دول اوكي انا نفست التنفيذ كده حصل التنفيذ جوه التجهيز ودي بعض دي فيه ناس بتعتبيرها عيب وانا شايف ان يعني مش شرط تعتبيرها عيب براحتك تعتبيرها عيب تعتبيرها عيب براحتك واجرب اكتر من حالة اجرب مثلا عند الخمسة اجرب عند الاربعة اجرب عند الاربعة باربعة وعشرين فانا بجرب اكتر من حالة بحيث ان انا في الاخر اكون ايه متطمن لان الفاكتوريا البتاعي سليم ويبقى كل الاسيرشن طيب امش اقول بقى should return fact 5 should return fact fact of فترجع factorial in عشان هم اكتر من كس المرة دي واقوم انفز التست بتاعتي بقى اتنين تست بس والاتنين عدوا بنجاح يبقى احنا كده وضحت بالنسبة لنا مثال عملي خدنا اهو على المايكروسوفت تست وضحت بالنسبة لنا ازاي من خلال المسال دوت اه يعني ايونت تست ازاي انا كدت كود ازاي كود اه اختبرت بالكود ازاي اعملت كود انهانسمنت وازاي اليونت تست سهل علي جدا ان انا ريديو الانهانسمنت دي وازاي ان احنا بنعمل ده اساسا وان المفروض ان ده يسهل لنا يعني اللي حصل ده بيسهل لنا مش بيصعب علينا لان انا بعمل كده انا طبيعي بعمل كده فبعمله ازاي من خلال بقى كونسول ابليكيشن من خلال ويندوز ابليكيشن من خلال ويب ابليكيشن بس بيبقى مجهود اكبر وكم كبير جدا من رسورسس وفي الاخر ما بتدينيش صح وغلط وقدر اعمل يعني المنتنس هنا بتاع تست سهل جدا تست منتنب قوي سهل مش كده اسهل ولا ايه رأيكم مش كده اسهل اعتقد ان شاء الله اني كده اسهل ويكون اسهل لنا كلنا تغطية الكود بقى ايه تغطية الكود دي منسميها كود كافريج غطاء بلا كساء لان احنا بنعمل على كود فما فيش كسوة زي كسوة العربية دي تعالوا يعني ايه كود كافريج تعالوا انا هعمل حركة ظريفة هاجي على التست كده وقوله في ال في ال اه لان انا عندي اكسي بريس ال اكسي بريس مفوش كود كافريج فانا هفتح نفس البروجيكت من الفيجور السوديو 2012 اه انا لا اغراض الشرح هو موظم ببرامج يعني انا الكود كافريج لازم تعرفه بس لو مش عندك يعني ما تزعلش نفسك قوي هنتكلم عن حاجات اوبن سورس بتقدر تعمل بها الكود كافريج مع الان يونت بس انا هفتح نفس البروجيكت دلوقتي بالفيجور السوديو 2012 عشان انفذ الكود كافريج كافريج ده هاجينا على التست هنا واقوله انالييس كود كافريج وقوله لكل التست اللي عندي هتلاقي عملية بيبيلده ويحسب طلع عند ريزل بيقولي بص السوليوشن ده الكود جافرد فيه بنسبة 90% انت عندك في الماي ماث 90% يعرفيك نسبة علي قوي انت غطيت الكود بتاع الماي ماث بنسبة 100% اما التست غطيته بنسبة 83% طب ايه معنى الكلام ده تعال اواريك ايه معنى الكلام ده ده انا فتحت التست ده وروح ترايح على الكالكوليتور ده ودست مثلا ايه 12 عشان خش جواه ومعملتش تست للإكسيبشن شايف انا بقول if in اكبر من صفر through exception طيب انا مش هعمل تست الحتة دي شايفين دي هقوم بكل التست ده هامل له comment وارجع نفذ الكود كاوريج داني تعال نشوف يقوم يقول لي بص انت اعملت كود كاوريج لـ 75% بس ازاي ده اخش جواه الكالكوليتور قال ايه عملي دي باللون الاحمر ايه باللون الاحمر معناه انه هو في كل التست اللي حصلت عمره معده على السطر ده فالكود كاوريج معناها انا غطيت قد ايه بالتست بتاعتي من اللين أوف كودز للميثودز الاندر تست انا عندي في السيستم كلاسس كتير وكتبت ليها تستس هل التستس دي اتعدت على كل اللين أوف كودز اللي انا كتبته جواه السيستم لا في الحقيقة معدهش راكون لين أوف كودز ففيه لين اهو ما حصلوش كاوريج فراح اداني قال لي ايه قال لي ان انت التغطية بتاعتك مكانتش في 100% كان قال لي كم قال لي ان هي بنسبة 75% للسيستم اندر ايه تست طب ده بيدل على ايه طب ده ما في حتة من اللين أوف كودز بتاعتي مش تستد ده معناه ان هي احتمال تكون سبب لقرر جواه النظام احتمال تكون سبب لدفكت لان اللين في كود دوت لما تحصل كيس بتعدي عليه مش عارف الاكسبيتت بتاع ان اتعدت عليه ايه لان ما تستدتش ما اختبرتش ايه اللي هيحصل لو عدى التست على اللين ده فاجي انا اهو اقوم مرجع الميثود مثلا بتاعتي طبعا انت في الاخر انت بتكتشف ان في حاجة ما عملت لهاش تست فبتسته تعالوا نجرب كده ونعمل run call انا ضفت تستك دي ده هو كتبته يعني وهعمل تست وقول له analyze لكل التست واجي هنا على الكود كافر جزد تمام؟ هلاقي ان هو كده غطى 100% من الميماس انا دي اعمل حاجة بالنسبة لي طبعا اما ايه الميماس تست هنا بيقول لي تغطية الكود في عدد اللينز ما عددش على assert fail طب هل ده مشكلة كبيرة بالنسبة لي في الحياة هو مش مشكلة كبيرة؟ ليه؟ لان لو في line of code جوا التست ما عددش عليه فده قد يكون طبيعي زي ما بتست الexception اللي احنا شايفينه ده زي الassert fail انا النجاح بتاعي انه ما يعديش عليها فلو انت عندك الكيس ديت ساعتها بيكون مقبول انه ما يعديش على الline دوت طب افرد انا كان عندي line of code جوا التست ما عددش عليه ده قد يعني دي ايه كفاهم؟ اه بالضبط كده قد يعني ان فيه جزء من التست ما تنفسش وطالما جزء من التست ما تنفسش معناه ان هو يا ايما تست ما لهوش لازمة يا ايما تست لهو لازمة وفيه حاجة خليته ما عددش عليه فاشوف الحكاية يا ايما موقف ثالث زي دوت فده accepted ان هو ما يغطوهوش وانا وبسوق كده ده من سميه الكود كافراج طب تأثير الكود كافراج في الكواليتي طبعا كل ما يزيد الكود كافراج كلما الكواليتي بتاعتك بتكون اعلى وفيه قصة رطيفة للموضوع دوت ان شاء الله بنا ايه هبقى بتشهركوا بتفاهمك شوية برضو قد ايه المفروض تعمل كود كافراج للشغل بتاعك اما انت جاد دلوقتي اصبحت جاهز انك لو سمعت كلمة كود كافراج تكون جاهز لهذا المعنى شاكر ليكم جميعا المرة الجاية في الجزء الجاي هنتكلم عن الان يونت ده اللي احنا استغلنا على حد دلوقتي هو تجربة على المايكروسوفت تيست زي المايكروسوفت تيست ده بالزبط فيه حاجة اسمها الان يونت هنشوف بقى الان يونت ازاي نعرف نعزله على السيستم عندنا ونجربه ونختبره ونشتغل عليه وهقول لكم ليه في المحاضرة في الجزء اللي جاي ان شاء الله انا بتكلم عن الان يونت رغم ان المايكروسوفت تيست قد يكون كافي لينا شكرا لكم جميعا سلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم